هيعمل قصة حياة فخر العرب مسلسل في رمضان 2024 محمد رمضان استغنى عن جعفر العمدة فمقابل انه يعمل قصة حياة محمد صلاح مسلسل والجمهور بيقوله ما يستهلش ان احنا نتكلم عنه يا ترى ايه الحكاية ولي كل الناس بتهجمه تعالوا نقولكوا التفاصيل الجمهور تعود كل سنة ان محمد رمضان لازم يكون واحد من النجوم المشاركين في السباق الرمضاني والكل السنة دي كان قاعد مستني على احر من الجمر ان يشوف الجزء التاني من مسلسل جعفر العمدة واللي حقق نجاح كبير جدا السنة اللي فاتت وكان المسلسل رقم واحد في الوطن العربي كله لكن الجمهور اتفاجئ ان محمد رمضان بيعلن عن تأجيله وانه مش هيتم عرضه في الموسم اللي جاي الكل قال انه اكيد هيكون بسبب انشغاله بالسينما او باعمال تانية لكن خلال تصلحات تلفزيونية محمد رمضان اتسأل اذا كان ممكن يعمل مسلسلة سيرة ذاتية لمحمد طلاح والجواب بتاعه كان فيه تلميح منه انه ده هيكون السبب في انه ما يعرضش جعفر العمدة وده لانه رده وقال يشرفني طبعا دي قصة حياة ملهمة لكل الشباب وقصة عظيمة فيها معاناة وازاي قدر يقوم وينسى الهجوم اللي عليه واول ساجدة نشوفها في الملاعب الاوروبية وانا لو عملت الفيلم ده هكون ساجد في البوستر بتاعه وكمل كلامه وقال محمد صلاح اخويا وحبيبي واحنا اصحاب جدا وكنا حرصين اننا نتقابل صحيت من النوم على الرسالة منه يتمنى التوفيق لي وبيقول لي ان شاء الله تكسر الدنيا انا سعيد بالروح اللي ما بيننا واننا على قلب رجل واحد من هنا الجمهور تكهن انه هو ده العمل اللي هيشارك بيه في رمضان 2024 لكن الغريب انه الفكرة ما عجبتهمش وبدأ يهجمه رمضان على اختياره محمد صلاح شخصية خاصة انه الفترة الاخيرة بيتعرض للهجوم كتير بسبب اراءه الضخية في القواد العربية وتحديدا من بداية الاحداث اللي بتحصل في غزة ومن وقتها والجمهور شايف انه مش فخر العرب الحقيقي وفي ناس تانية دفعت عن الفكرة وقالت انه شخصية زي محمد صلاح شخصية ملهمة ولازم يتعامل قصة حياة المسلسل بغض النظر بقى عن اراء الشخصية لكن هو من الشخصيات المهمة اللي لازم يتعامل عنها دلوقتي جدوركوا تشاركونا الرأي تفتكروا محمد صلاح يستحق انه يتعامل عنه مسلسل ولا لا وهل هينجح اكتر من جافر العمضة؟ شاركونا رأيكو في الكومنتيت اشتركوا في القناة